قالك من ضمن الحاجات في يلا كورة مثلا يلا كورة قالت لك حطه لي على الشاشة قالت لك الاهلي يصبح اول فريق في العالم خدوا بالكو اول فريق في العالم يتأهل يتأهل يعني مجرد التأهل مش المشاركة لكأس العالم للاندية في كرة القدم واليد والطيرة والسلة بعد فوزه بلقب البال هنا السؤال يا جماعة يعني ايه يعني ايه اتأهل في اللغة العربية ما معنى يتأهل يعني انا بلعب بطولة البطولة دي لو انا كسبتها من خلالها هتأهل كأس العالم في اي لعبة طيب انا اسمي خالد الغندور كابتن نادي الزمالك في 2000 و 2001 في باك الوقت كنا نعلم جيدا ان في بطولة كأس العالم للاندية لقرة القدم وفزنا بالبطولة وتأهلنا الى كأس العالم اللي هيقام في اسبانيا واخدوا بالكم اهم بطولة اهم بطولة كأس العالم كان البطولة اللي كان هيشارك فيها الزمالك مش اللي شارك فيها الاهلي طوال ست سبع مرات اللي فاتوا ليه لان كأس العالم كان اتناشر فريق على مستوى العالم كله اتناشر فريق بيشارك في البطولة دي وكان بيقسموا الى تلات مجميع يعني بياخدوا اول وتاني اول وتاني اول وتاني واحسن تالت في مجموعتين مثلا ويعملوا 8 فرق ويلعبوا دور تمانية دور قبل نهائي وبعد كده دور نهائي تمام معنى كده انها كانت بطولة بمعنى كلمة بطولة ليه لان ما فيش بطولة في العالم يا جماعة يقولك بتاع اوروبا على راسه ريشة وبتاع امريكا الجنوبية على راسه ريشة فييجوا دول 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 النجوم دول دول الباقي كده دول اي كلام يلعبوا مع بعض كده وبعد كده ايه ييجوا قابلوني بقى في الدور قبل انها مش فاضل لكم احنا عدينا مشارات مهمة في اوروبا وعدينا مشارات مهمة في امريكا الجنوبية احنا مش فاضل لكم احنا نيجي على الدور قبل النهائي تكونوا انتوا صفيتوا مع بعض كده وخلصتوا ليه لو تعالوا لعبوا معنا بقى في الدور قبل النهائي تمام فنيجي عشان كده بقول لكم معنا البطولة هي بطولة كاسعالم دي بدأت امتى البطولة كاسعالم دي بدأت على ما اتذكر يعني في التسعينات او سنة 2000 كانت اول بطولة وبعد كانت تاني بطولة اللي هيشارك فيها الزمالك وعالفكرة البطولة الاولينية كانت بطولة قوية جدا طيب اقول لكم حاجة بقى ازدكم من الشعر بيت اوليه البطولة بشكلها الجديد ده اللي هو امريكا الجنوبية تلعب مع امريكا مع اوروبا ما يلعبوش غير في الدور قبل النهائي مع الكاسبان من اسيا ومن اوكيانوسيا ومن افريقيا ومن الفرقة المنظمة للبطولة ومن 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 يلعبوا مع بعض وفي الاخر واوكلاند سيتي وبتاع وبعد كده يلعبوا في الاخر مع بعض في الدور قبل النهائي مع بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية ليه البطولة دي على مدار تاريخها ما بتتلعبش غير في الإمارات في اليابان في المغرب في قطر ليه البطولة اللي الزمالك كان هيلعب فيها كان هيلعب فيها في أسبانيا أسبانيا أوروبا طيب أنا بقول لكم من دلوقتي البطولة القادمة اللي الناس قاعدت تتخانع والأستاذ خالد بيومي قالك لو الزمالك معرفش الأهل يكسب البطولة الزمالك ممكن يشارك عشان هو وصيف عشرين عشرين وطلع مخطئ ومعرفش ايه ابتدى الناس تتكلم معرفش الزمالك طيب أنا بقول لكم بطولة اللي جاي دي 32 فريق صح البطولة دي ممكن تلعب في أوروبا ممكن تلعب في أمريكا الشمالية يعني مش هتبقى يعني مش ممكن تلعب في السعودية ممكن سأنا بقول لكم ان ليه على مدار عشرين سنة البطولة دي بقت بطولة مرتبطة بالماني والفلوس والرعاة اللي موجودين في الوطن العربي ما بتلعبش ديه في أوروبا ليه ما بتلعبش مثلا في إنجلترا ليه ما بتلعبش مثلا في أسبانيا ليه ما بتلعبش مثلا في أمريكا اليو اس ايه أمريكا الشمالية مثلا أو في المكسيك أو تلعب في البرازيل ليه فهنا الناس تقولك انت ملقبتش طب انت تعرف إن مجموعة الزمالك كانت ايه مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية لقرة القدم انتوا شايفين على الشاشة كان معهم سلتا فيجو الأسباني بوكا جونيورز الأرجنتيني ودي بورتيفو لكورونا سوري زمالك وبوكا جونيورز الأرجنتيني ودي بورتيفو لكورونا وولفز ده نادي استرالي المجموعة الثانية كان فيها الهلال الهلال السعودي وجلطة سراي التركي ووليمبيا كوس أوليمبيا ده نادي من هندراوس وبالميراس البرازيلي المجموعة الثالثة كانت ريال مدريد وبطل ونادي تاني وشهولة مش عارف جوة يعني جالاكسي ده أعتقد ده أمريكا أمريكا الشمالية بصوا جماعة ده كان كاس العالم شفت كومة الفرق المشاركة في البطولة دي والبطولة دي عشان تعرفوا برضو أن الزمالك خلاص احنا تأهنا وانا كابتن الفرق خلاص وفرحانين وهنلعب البطولة وبتاع التحاد الدولي راح ليه الشركة الرعية للبطولة فكان هي المفروضة هتدفع مبلغ معين لكل نادي ومعرفش إيه وكده وبتاع هتدفع البطولة والرعاية والحكاية والرواية فقالوا لهم لو سمحتوا زودوا فلوس الرعاية فالشركة الرعاية رفضت إنها تزود البطولة كانت بعد شهر شهر ونص فتم إلغاء البطولة والزمالك وكل فريق تأهل لكأس العالم للأندية خد 750 ألف دولار 750 ألف دولار وعلى حد علمي إن أنا كان ساعتها الدكتور كامال درويش هو اللي مسك كان قال إن هو الزمالك خد مليون وخمسمائة ألف دولار يمكن مثلا بالفوز بالبطولة بجانب أيضا التأهل لكأس العالم لكن التأهل لكأس العالم راخم عدم مشاركتنا لكن خدنا 750 ألف دولار حتى السنة اللي بعدها البطولة تلغت يمكن الزمالك بعدها أخد دور الأبطال يعني الناس بتقولك أنت مرحتوش عمركم مرحتو كأس العالم طب أنا دلوقتي رحت كأس العالم سنة ألفين كان البطولة هتبقى في ألفين وواحد تمام؟ وبعد كده فوزت بالبطولة برضو على حساب الرجاء وعلى حساب الوداد في السوبر وكان المفروض لو في بطولة كأس العالم هتأهل برضو لا اتلغت أربع سنين ورجعت أول بطولة على ما أعتقد كان في ألفين وخمسة أو ألفين وستة ألفين وخمسة في اليابان كانت أول بطولة كانت أول بطولة ترجع بعد توقف دام أكتر من ثلاثة أو أربع سنين تمام؟ وبالتالي الزمالك تأهل لكأس العالم لكرة القدر وهتأهل الناس بقى تعطي التارية أو الهلوية التارية وقولك أنتوا شاركتوا لو ما شاركتوش طب أنا هسأل سؤال لذيذ جدا هو أنت كأهلي اشتركت السنة اللي فاتت ليه أو من الشهور اللي فاتت ليه اشتركت ليه عشان أنت بطل مثلا أنت اشتركت عشان المغرم نظبت البطولة طب أنا لو السنة لو مصر تقدمت السنة دي من ثلاثة أربع شهور لتنظيم البطولة كانت زمالك اللي هيشارك لأنه هو بطل مصر يعني الفرع المنظمة بطل الدوري فيها هو اللي بيشارك وبالتالي يعني مثلا يعني لو للسعودية نظمة كاس العالم الاتحاد الجدة السعودي بقى هو اللي شارك لأنه بطل الدوري في السعودية لكن هنا هنا السؤال وبالتالي هنا الناس بتلوم الزمالك كأنه مثلا زمالك فاز ببطولة أفريقيا زمالك فاز بعديها ببطولة أفريقيا توقف نظام المسابقة ورجع بنظام وحش جدا اللي هو معلش طب محترامي يعني محترامي مثلا لنادي الأهلي وقمتوا تاريخه بتاع هو مين أحسن الناس عمل التاريخ في القرة مازمبي وصل للنهائي والرجاء منظم ده حتى العين الإماراتي اللي كان بلعب ساعتها في حسين الشحات العين الإماراتي عمى نتيجة ووصل لمباراة النهائية على أرضه يعني لكن احنا بنتكلم على الطولة 32 نادي بقى اللي جاي ده قبلها كان 12 نادي فيهم 3-4 فرق من أسبانيا فيهم ريال مدريد ويعني وريفل بلات وديبرتيفو لأكورونيا تساعتها كان بطل الدوري كان بطل الدوري في أسبانيا فعشان كده شارك وبطل الدوري ريال مدريد كان بطل أوروبا طيب ده بالنسبة لنادي الزمالك طيب نروح ليه الزمالك في اليد الزمالك في اليد مشارك أكتر من 5 مرات في كاس العالم منهم مرة الزمالك طلع أو مراتين طلع الثالث العالم زي ما أنتم شايفين على الشاشة هو ثالث العالم في قرط اليد يد الزمالك بعد فوزه على السد اللبناني تمام ويشارك كتير جداً الزمالك في قرط اليد زمالك رابع العالم بعد الخسارة من السد اللبناني جمهور زمالك يرفع لعيب اليد على الأعناق الزمالك كورة اليد الزمالك خامس العالم للمرة التانية خمسة على العالم بخدوا بالكم الدكتور حسن مصطفى بسم الله ما شاء الله كانت القرعة دايما في الفترة الاخيرة توقع بطل افريقيا اللي هو دايما بمعروف الزمالك يعني مع بطل اوروبا يعني دكتور حسن مصطفى بيخلي بطل افريقيا مع بطل اوروبا يعني لازم ألعب برشلونة أكسب أصعد لو مكسبتش برشلونة مش هلسأ اللي هي بتاخد البطولة عمتا او اللي هي الفريق الماني لا برشلونة الأسباني وبالتالي يعني بطل اوروبا يلعب مع فريق تاني من ألمانيا وانا في النهاية لازم ألعب مع بطل اوروبا اللي هو المرشح الاول للفوز بالبطولة بعد كيف بقى بيغيروا القرعة بقى وعمل نظام جديد يعني انا انا خدت بطول انا تأهلت الكأس العالم الدكتور حسن مصطفى راح عزم كابتن محمود الخطيب يعني وراح وراح حضر افتتاح كأس العالم لكورت اليد اللي بيشارك فيها الزمالك ورئيس الزمالك واي حتى يعني المصطفى المرتضى مصرور ما راحش طب الكابتن حسين لبيب كان رئيس النادي والمفروض ان هو بقى واحد من نجوم كورت اليد ده مثلا مثلا في الزمالك وفي مصر ما عزموش برضو عشان متخانق مثلا يعني هو ده كل واحد بيعزم صحابه يعني هل معقولة اما انا نادي الزمالك مشارك في كأس العالم اروح اعزم مجلس دارة الاهلي ده ايه المنطق ده يقولك انا عزم صحابي انا حر ايه ده نهاردك دكتور حسن مصطفى اما زمالك كسب الاهلي في صالة الاهلي ده مقشر ده عذاب الدنيا كله على وشه زعلان زعل غير طبيعي طب هو ماله طب مجلس دارة الاهلي يزعل عشان فرقته خسرت ترجل رئيس اتحاد دولي وده انت لقيت في الزمالك بداياتك لكن للأسف حاجة حاجة لا منطقي طيب يعني الناس تقولك ايه ما حدش يجيب سيرة كمان من ايام قليلة وان شاء الله يعني الاسبوع اللي جاي هنقرمهم ان شاء الله فرقة الطايرة بنات اول فريق في تاريخ مصر يتأهل لكأس العالم للاندية بنات في كرة الطايرة هيلعبوا شهر تسعة اللي جاي في الهند طب انا تأهلت في الطايرة ولعبت في الفين وتسعة الطايرة رجال في كأس العالم تأهلت وتأهلت بنات لا اول مرة في التاريخ وكرة يد وكرة قدم وكرة سلة اول فريق تأهل لكأس العالم في كرة السلة كانت زى مالك السنة اللي قبل اللي فاتت وطلعنا رابع العالم على ما اتذكر في البطولة دي لكن النهاردة الناس عايزة تخبي عايزة تقلل ما تقلش بقى ساعتها ايه زى مالك تأهل فحادي يقولك ايه يا عم بقى انت بتفهمش حاجة هو انت لعبته في كاس العالم هو انت كاتب هو انت طب لعبته في كاس العالم في كرة السلة انت اتأهلت بس يعني انت الغد دلوقتي اتأهلت ما لعبتش وبالتالي برضو عايزين نزور التاريخ نزور حتى قيمة الزى مالك واللي بيعمله في الرياضة المصرية والعربية والافريقية زى مالك تأهل لكرة القدم زى مالك تأهل لكرة اليد زى مالك تأهل لكرة الطيرة وبقى غير الاهلي الزمالك تأهل لكرت الطائرة رجال وسيدات يعني احنا بيقول بقى ان اول فريق يتأهل في كل الالعاب لا ده انا زايد عليك كمان في السيدات ان انا تأهلت في السيدات وحضرتك شايفه سيدات طائرة الزمالك اول فريق مصري سيشارك في مونديال الاندية بالهند فيطلع علينا همين صندوق النادي الاهلي يعني يكذب كذبة والناس يصدقوا ويبتدي موقع زي اللي يا كورة يقول نفس الكلام يعني الزمالك اول فريق في العالم يتأهل لكأس العالم لاندية في كورة القدم واليد والطائرة والسلة احنا الاهلوية ملوك الرياضة المصرية الله طب الزمالك تأهل في كل حاجة برضو ده انا زايد عليك كمان سيدات انت ما تأهلتش طب اول فريق تأهل في تاريخ لاندية المصرية لكأس العالم لكورة القدم مين الزمالك طيب اول فريق تأهل في تاريخ قرط اليد في الكاسعالم لقرط اليد مين الزمالك اول فريق تأهل في طائرة سيدات مين الزمالك اول فريق في تاريخ في مصر تأهل لقرط السلة البال الزمالك غير الطائرة وغير عشان مافتيش الزمالك 2009 معرفش والزمالك اول فريق يكسب مطش في كاس العالم في الكرة الطائرة كان الزمالك الاهلي ما عملهاش كل دي احصائيات وكل دي ارقام لكن ما ينفعش نقولها الاعلام عايز ايه نغزي الاعلام ونغزي عقول الناس ونعود نضحك على الناس بشوية اكاذيب ممكن تقولي حضرتك ما يبقى النادي الاهلي يلعب في بطولة البال بعد ما تكسب بطولة البال ويلعب في كاس العالم بعد كده يقول مثلا النادي الاهلي فريق الوحيد اللي شارك في كل البطولات ما شارك يعني وكان هيبقى فارق انت فارق في كرة القدم وانا فارق عنك في السيدات يعني انت فارق في كرة القدم انت شاركت حظك البطولة بتتلعب انا حظي ما لعبتش مرتين اكسب البطولة مرة تتلغي ومرة تانية كان وقفوا كاس العالم إلا أن عادت بشكلها الجديد زمان كان بيلعبوا كاس العالم ده بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا كمان على ما أتذكر يعني كان اسمع الانتل كونتيننتل وكان بتتلغف في اليابان والظروف تسويقية على ما أتذكر يعني ده بالنسبة بالنسبة إما جيت بقى بقولك أنا عايزة البطولة العربية تفتح للقيد يعني خلصت الدورة زي ما أنت قلت وفتح لي تاني يوم القيد فيقولك آه بنحاول وبتعب بس القوانين واللواح أجي أقولك في 2017 مين كان رئيس التحاد في ساعة 2017 يا جماعة أقولك في 2017 انت عملتها على فكرة ومين النائب كان الكابتنا أحمد شوبر النائب صح؟ طيب اتفتحت للأهلي وللزمالك حال عشان كان الأهلي مع الزمالك فنقف جنب الأندية المصرية ولا إيه ولا تلوقتي الزمالك بس اللي هيشارك في بطولة العربية الأهلي اعتذر نمشي باللواح بقى والنزم وكده لازم اللواح هي اللي تمشي أنت احنا دايما مع اللواح والنزم مشوعة لكل يا جماعة مشوعة لكل ونتبقاش اللي بانى بقى أن النادي دا بيلعب باسم مصر والنادي دا بيلعب النادي التاني دا بيلعب باسم ابن خالتي لا وكله بيلعب باسم مصر كله بيلعب باسم مصر ترجمة نانسي قنقر